سوريا تقاوم وتقاوم مستمرة بالصمود رغم الإرهاب الممنهج المدعوم خارجيا ولأن الصمود عنوان سوريا فالجهة المختصة تتابع ليلة نهار مهماتها في اجتثاث الإرهاب وأدواته عمليات التفتيش والطمشيط لا تهدأ وتيرتها عثرت خلالها الجهة المختصة على مصنع للعبوات الناسفة في حي الشماس بحمصة عبوات ناسفة بأحجام وأوزان متنوعة وأسطوانات أكسوجين وجهاز لحم لتصنيع العبوات ومعدات كاملة لهذا الغرض أثناء التفتيش بحي الشماس وتطهيره عصرنا على وكر لتصنيع أو مصنع لتصنيع العبوات الناسفة مؤلف من صاجات لتصنيع العبوات لحامة أكسوجين اتبارنا عن عدة حداد أكسوجين كاملة ومادة البارود وتم ضبطها ومصادرتها سلموا نفسه لأنه الجيش العربي السوري قوي جداً وينما راحوا امطاردهم حتى الموت في حي الشماس بحمصة أسلحة وإرهاب تغلغلوا بين الأهالي الذين روى كل منهم جراحاته التي تناولتها يد الغدرة الله هو وكي لك من نجي لهولا عليك طلع البواب إذا ما بكون حدا بالبيت شو يساوه بيخلعوا القفل ليك القفل مخلوع بيفوتوا شوفوا بيخربوا ما بيلاقوا شي بيكسروا بيطلعوا شو بديقوا شو بديقوا شو بديقوا خوال روحي أفرجيني أولادي أنا معي أطفال مفوتوا اللي جوا لهون أجتني بطلقها بإجري ما حسنت بالألمسر أبرم بالأرض والدم طلع طبعاً شغلة إرهابية اللي ضربتني والحمد لله هلاء قوضع جيد بوقت البس ما أطلاقنا رفول اللي جقوا مسكر الباب عليه بفوت الأطفال ما يعاجز فبتل جواب يقعد ما برط على بربيتات الله يجازيهم بأسوء أعمالهم الله ينتقمنهم هنا نفق حفره الإرهابيون بحقدهم ليزرعوا به عبواتهم الملأ بالغدر علهم يستهدفون بهلأ إلا أن رعاية الله سبقتهم وعونه آزر أبناء جيشنا ليكتشفه قبل أن تكتمل فصول الجريمة